الفرص الوظيفية أما اليوم لما أقول أنت بلاك لست مو بس ماكو فرص أنت بلاك لست شو ما بيعيش؟ ما رح يرتكب جرائم اليوم إذا ارتكب جريمة أنا ما رح أسامحه ليش أسامحه؟ لأنه قاعد يبلغمة العيش لأسرته ما قاعد ما قاعد أحدد له وضع المعيشي في البلد هل هو رح يعيش كونه كون أي مواطن وله رح حطه بيت وقف له عليه الباب وقول له خلاص عيش بهالحياة ما رح يعيش بهالحيا نعم اليوم أنا عندي اليوم الغير محددة جنسية يمكن عندها ولاء أكثر من الأجنبي ممكن ممكن صح ولا لا والعسكريين أثبت أثبت وكانوا معينين حتى الآن حتى الآن في ناس معينين في الكلة العسكرية الحكومة من المفتح التسجيل الغير محددة الجنسية في وزارات الدفاع والداخلية مو تأكدت غينيا أن عندها ولاء هذه وزارات هامة بالدولة فيها أمن وحساسة ما تعين أي واحد ولا بد أن يكون من أصل كويتي صح ولا خدمة للمواطن وخدمة للشعب والوضع البلد والأمن البلد فاليوم لما أفتح باب بناتها أنا وثقت فيهم ليش ما عدلت؟ ليش أخلي بنت اللي هو الأعمال الجليلة بنت مرن أختار من أبي وما أختار وأحجب من أبي هوا قاعدين يستخدمون أعمال الجليلة لتجنيس بعض المحسوبين على المتنفذين ما ينفع اليوم في جهات وزارية تحتاج إلى موظفين كويتي الجنسية ما يبيشتغل هالوظيفة هذه مستحيل يشتغل في هذه الوظيفة ليش ما أفتح باب حق غير محددي الجنسية يا أخي أعطيه 200 دينار ما يرفض انرفض ذيك الساعة أقول لي إيه أنا وفرت لك فرص وظيفية وإنت ما تبيش أسوي لك ولكن اليوم أنا أفتح باب وأقول والله مثلا أعطيك مثال في تخصصي أنا ما أمري التنفيذ شنو الشغلة؟ يأخذ لعنان يودي علن في البيوت هذه مهنة ما هي صعبة صح ولا فيها شيء من الصعوبة أو الأمانة اليوم أعين غير محددي الجنسية يا أخي في ناس كوتي ما يتعاينونها مأمل تنفيذ لازم يكون حقوق ثانوية عامة لا 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 مشرط مشرط في ناس معينين مشرط يكون هذا مأمور تنفيذ اللي ينفذ على البيوت أنا ق versuchen أقولك مندوب علان particular مش مأمور تنفيذ لا مش مأمور تنفيذ مندوبر أعلان كويتي لازم ثانوية عامة ما علي أحط استثناء هي مو مقرار داري أحط استثناء وأفتح باب ليش لمصلحة الشعبmania لمصلحة المواطن الكويتي قضايا تتراكم تشعر أستاذ محمد أنه فيه يعني فيه تيار أو فيه جهة تريد استمرار هذه المشكلة ما أعتقداني ولكن لو يرقبون في تعديل هذه القرارات أو يرقبون في تحديد مسار أو تكون هناك لجنة فعلية لتنفيذ قراراتها يعني أنا قبل اللقاق عسولة مع أستاذ أحمد قلت لو انحلت مشكلة فلسطين رح تنحل مشكلة البدون أنت متشائم كثير شو السبب؟ السبب أنه ما في حل يا أخي حلها سهل أعضاء حكومة ما في حل ولا السلطة ما تبيت حل لا ما تبيت حل إلي هو ما في حل والسلطة ما تبيت حل جيميل تتفق معها أنه ماكو حل أكيد اتفقوا يا أنا مثل ما قلت لك فيه ناس مستفيدين من هنشغلة بس أنت على سؤالك تقول أنه صارت نقطة سودة هالشي هذا موضوع البدون صار شغلة تميز الكويت يعني إحنا درسنا برا يقولون الكويت عندكم بدون منصدمين هم إحنا عندنا بدون بالعكس عايشين وياننا لهم ولاء مثل ما ذكر أستاذ محمد الولاء للكويت ليش أنت قاعد تفرق بين الشعب ليش أنت قاعد تهدد ديرتك نفسها من داخل أمنيا شوف صورتنا الغضية هذه برا طبعا إحنا عندنا جدام الناس لنحظ الله أننا إحنا الناس اللي دافعوا عننا وقفوا وياننا وليه اليوم يوقفون وياننا إحنا ماخذين حقوقهم بمجب تغارير إيه مجب تغارير حتى الحكم مع الحقوق الإنسان صار إنكار تام منهم نلأ إحنا ما عندنا بدون وإحنا معاملين من أحسن معاملة وإحنا نشوف أن بداية حياة الزوجية محكمة أنا راح أرجع لك على غضية أستاذ محمد يعني كان المغرر أنه يمثل وزير العدل أنه أبريس مجلس الوزراء مستشار راشد الحمد أمام المجلس الأعلى للمجلس الحقوق الإنسان العالمي تفاجأنا أنه المثل وزير الشؤون ما تعتقد أنه فيه يعني شنو تفسر قياب وزير العدل والله يشوف هذا أمر أنا ما أقدر أتكلم فيه لأنه ما أدري شنو ظروف الحضور الوزير اللي هو الشؤون العفاسي بدلا من وزير العدل اللي هو راشد الحمد يعني ما أدري شنو الظروف ولكن اليوم يجوز أنه أحد ينوب الثاني عنه في الحضور ما أعتقد أنه فيه مبرر ولكن اليوم كوزارة الشؤون أعتقد أنه وزارة شؤون هي من صميم عملها هذه صميم عملها العمالة العمالة يعني من ضمنها حقوق الإنسان يعني تغريبا لأن العدل أنا أختلف معاك من صميم عمل وزارة العدل يعني 65% من الغضايا العدل قاعد تتنحى عن مشاكل وشكاوي من ناحية أنه عمل سيادي وغير مختصين فيه فاليوم العدل ما قاعد تبت فيه قرارات وحكام وقضائية تقول لك هذا عمل سيادي أنا ما تدخل فيه فهي ما تدخل نفسه في أمور خاصة في أمور القضاء لأنه ليش ممكن أن ينحج يعني وزير العدل أنه يساءل في اللجنة والله ليش ما ترفعون دعاوي القضائية هي بلد مؤسسات وديمقراطية ولا الحق أنه يتقل بس إصدار شهادة الميلاد تبع صحة تبع وزارة بحكم بحكم من وزارة العدل ليش حكم يعني ليش ما دشت من ناحية سيادة حكم لأنه صارت عملية إنسانية اليوم شون ما أصدر شهادة ميلاد لشخص يبي يبي يروح يعالج ويعالج زين شدي ما قاعد أثبت نسبة إذا ما صدرت شهادة ميلاد معناته أنا رح أوقف أمام مشكلة إنه فيه ولد يمكن ما لنسب زي شون أنا أعطيه ملكية اليوم فرق بين أمور الغانونية أمور الإنسانية بعض الأمور الإنسانية ماشية دير على ذلك إنه اليوم شهادة الميلاد تصدر من دوائر مستعجلة في المحكمة أيضا اليوم في بعض مثل وزارة الدخلية قاعد تعطي إجازات غيادة بمدة معينة اللجنة المركزية قاعد تعطي هويات لإثبات الشخصية وفي بعض الجهات ما تعتبر اثبات شخصية إنها قاعد ترفضها شو السبب ترفضها؟ موحنا كلها هذه جهات المفروض مو في لجنة منبثقة من اللجنة المركزية تجتمع مع وزارات الدولة تقول والله هوياتنا رسمية تعتد فيها يعني اليوم إحنا قاعد نخلط المشكلة اليوم لجنة المركزية ما هي منبثقة من وزارة الداخلية ما هي لجنة رسمية ولا هي لجنة شعبية لجنة رسمية لما تصدر هوية باسم وزارة الداخلية ما المفوض باجل جهات تلتزم بمضمون هذه الهوية ليش الوزارة ترفض يعني هذا كلام ما هو قانوني ولا كلام رسمي المفوض أنها تلتزم بما هو صدر من اللجنة المركزية لأنها لجنة حكومية بحدة ورسمية جميل جميل أستاذ أبو غيث تغير المشميات كثيرة متعلدة بدون غير محدد الجنسية غير كويتي مغيم بصورة غير غانونية آخرها تغير إلى غير كويتي شو نفرق بين تغيرها وتبدل هالمسميات والمشكلة والله أنا أعتبره لا أثر نفسي أكثر من إذا هو قانوني أو هو سياسي أنت متية واحد ولاء الكويت تقول أنت الآن غير كويتي هذه شغلة تأثر فيه نفسه هذه كلها مثل ما ذكرنا أول لقاء أن تطويل بالموضوع نغيرهم نحل سواء كان اسمه بدون سواء كان مقيم بصورة غير غانونية نحل الموضوع العدد يزداد نحلت غضية فلسطين يمكن أن تنحل بعد غضية البدون هم استفيدين من هذا الموضوع أطول السالفة أشوه الشارع الكويتي بمواضيع أخرى مثل ما شفنا ملاونا الأخيرة عشان ينسون سافت بدون سافت بدون فترة انتخابية وعدي الحين البدون هو اللي حاسب نفسه شون يعيش خلاص خلى بدون خلى مقيم بصورة غير غانونية بس عطني وظيفة لا تخليني تشدي عايش عطني بطاقة أثبت نسبي عطني اللي هو فما توقع فيه تفريقة بين كل هالأسامي هالي بس الموضوع نفسي إذا سمحتني المثال يعني اليوم حين إحنا قاعد نقول ولا 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 المشاهدين الآن في بعض المشاهدين اللي قاعد يشوفوننا يمكن نحط في بالا أو يبيرد علينا بس مقادر إنه ولا ولا هذا ما عندهم ولا في بعض الناس طبعا هذه في حالات شاذة في حالات شاذة حتى من كواتين في حالات كثيرة استاذ أحمد اليوم ما في كواتين جواسيس في كواتين جواسيس ونحكمهم صح؟ في كواتين بيقض النظر عن تحديد أساميهم في كواتين محكمين بأمور سياسية وموجودين إعلام في السجن المركزي صح أو لا فاليوم الولاء ما هو يعني أنا ما أقدر أشمل فئة كبيرة إنه ما عندها نعاني من التعميم نعاني من التعميم البعض يعني يبرز أخطاء هؤلاء الفئة هؤلاء هوسوا هؤلاء ضد في ناس مهنيين في ناس محامين في ناس أصحاب شهادات في ناس أصحاب رؤوس أموال وصاحب رؤوس الأممال ليش ما تخلي يعني يفيد الدولة باقتصادها ليش يتخلي يطلع برا ليش يتخلي يروح دولة ثانية يكتسب الجنسية ليش يتخلي دور الجوار يبوني يقول تفضل خذ في ناس أصحاب مهن اليوم ليش تخلي ليش تخلي الدولة تخسر هذه الفئات إحنا مهما يكون إحنا عدندن صغير وهذي اللي يعاشين على أرض الوطن من زمان يتقول لي حصاء 65 حصاء 65 هل هو معيار في ناس عندها حصاء 65 بس ما تجنسوا لليوم إذن هذا مو معيار شنو السبب إذا في ناس تنطبغ عليهم الشروط خصوصا العسكريين المشاركين ما فيه تأخير تأخير من الوزارة تأخير من اللجنة شنو مدى وضع الشعار تؤيد لجوء البدون للغضاء من الغضاء يعيقولك عدم سيادي أنا أنا لا أنا عندي حل ممكن أطرحها في هذا البرنامج اليوم أنا لما أقول القضاء غير سيادي وأنا مو أختص لنا عمل سيادي ما أنظر أي شك وتقدم غير محددي الجنسية لما أنا أي أحط معلومة